بيبتدي الفيلم لما كانت أليسون بتتكلم مع حبيبها سام عن جوازهم اللي يتمه قريب وكانت فرحانة بجوازهم ده لكن الفرحة دي مش بتكمل لما طالية سام بتتصل بيه وبتسمعه و هي بتكلمه وبتعرف انه كان عندها مبارح وبتفهم ان سام خانها معيها وبيتكلمه مع بعض شوية بصوت عالي وصوتهم بيوصل من خلال فتحة التهوية لجرها جرهام اللي بيسمعهم من خلال الفتحة اللي عنده برضو المهم قالي بتنهي علاقتها بسام وبتطلع لجرها وصديقها جرهام علشان تبات عنده لانها كانت مكتائبة بعد ما ميشي سام ومش عارفة تباتل وحدها وتاني يوم بتروح تقابل ميتشيل اللي كان عندها مقابلة شغل معاه وعرضت عليه شغلها كمبرمجة لبرنامج للمطنع عنده فشاف شغلها واتفقه ووافق عالشغل معيها وبتروح على البيت وبتشغل الانسر ماشين يمكن يكون سام بعت لها اي رسالة بس مش بتلاقي فبتكتئب من شعور الوحدة لانها عايشة في نيويورك لوحدها بعد ما سابت المدينة اللي كانت عايشة فيها وهي ما تعرفش حد هنا غير سام وجرهام فعلشان تهرب من شعور الوحدة اللي بقت عايشة فيه بتبلغ جرهام انها قررت تجيب شريكة لها في الشقة منه تونسها وتنسيها سام ومنه تشترك معاها في ايجار وتوضيب الشقة لانها كانت محتاجة تصبيت كتير بس يا ترى القرار اللي خدته آلي ده هيبقى صح؟ هنشوف فعلا بتعمل آلي اعلان وبيجي لها كذا بنتي يشوفه الشقة لحد ما بتختار هادي البنت دي واللي من اول ما بتشوفها بتعرف ان آلي لسه منفصل عن حاببها سام لما شافت صورته مرمية على الارض فسألتها هادي طب انتي مش بتفكري ترجعيله لاني اخاف ايجي اسكن هنا وبعدين ترجعه البعض تاني وارجع عن قل تاني فقالت لها آلي لأ مش هيحصل وفعلا بتفرجها آلي كويس على الشقة وعا البيت كله اللي بيبان من المدخل والاسانسير النموخيف بس دل ان البيت قديم وبتدت هيدي تصلح معاها الحاجات البيضة وتنظف المكان وتشتري الحاجات النقصة وكمان كانوا بيخرجوا سوا وبتطلب هيدي من آلي انها تشتري معاها لبس لانها معجبة باستايلها في اللبس وهنا هيدي بتقول لها لو عوزتي اي حاجة من حاجتي عادي نستخدمها سوا فقالت لها آلي انا عمري ما جربت شعوري اني اشترك مع حد في حاجة لاني وحيدة وما عنيش اخوات فقالت لها هيدي انا كمان وحيدة بس المفروض انه كان يبقى ليا اخت توقم وللأسف ميتت اول ما تولت وانا عشان كده على طول حاسة اني في جزء مني نقص وبعدين التليفون بيرنه وبيطلع سام اللي بيحاول يفهم آلي ان اللي حصل بينه وبانطلقته كان غلطة وانه بيحبها هي بس بترفض انها تسمعه وبيفضل يبعث لها رسائل على انسر ماشين يقول لها انه محتاج لها زي ما هي محتاجاله وبيطلع منها فرصة تانية بس هيدي كانت بتمسح الرسائل دي اول بول ومش بتقول لآلي عنها اي حاجة وبتجيب هيدي كلب الآلي علشان يشغلها اكتر وينسيها سام وعلى الرغم انه آلي ما كانتش حب الفكرة قوي بس احتفظت بالكلب عشان ما تزعلش هيدي وفعلا ابتدت تحبه وتتعلق بيه وبتقابل هنا آلي جرها جرهام بس كان شكلها مرتبك فقالت له دي هيدي لسكنة معي انا كنت عايز اعرفك عليها بس هي بتتكسف وخجولة ولما بتدخل الشقة بتلاقي سام موجود وبيقول لها انا دخلت غزبا عن هيدي ولازم اتكلم معيك فبتسيب لهم هيدي الشقة عشان يتكلموا براحتهم وفعلا بيقدر سام انه يصالحها وبعدين بتروح معي على القتيل اللي نازل فيه وبتروح هيدي وبتبقى منتظرة ان قالي ترجع البيت او حتى تكلمها تطمينها عليها بس ده مش بيحصل وده بيخلي هيدي متضايقة من آلي لدرجة انها استنتها في قضوتها لحد ما توصل ولما بتدخل آلي بتتخض وبتقول لها انت بتعملي ايه في قطي فعدبتها انها ما كلمت هاش تطمينها عليها وانها كانت هتموت من القلق عليها فاستغربت آلي من طريقة هيدي وخصوصا ان كان شكلها غريب ومرتبك بس قالت لها ان سام صالحها وانه جاب لها خاتم الجواز فتضايقت هيدي اكتر وقالت لآلي مبروك انت هتبقي سعيدة وانا هبقى وحيدة فقالت لها آلي انت كمان هتلاقي حد يحبك قريب فقالت لها هيدي انا مش زيك انت سهل تلاقي حد يحبك شخصيتك رائعة شكلك انيق وعندك شغلك وطبعا انت وسام هتبقى عايزين تعيشه سوا وانا المفروض اسيب لكو البيت وانت وعدتيني ان ده مش هيحصل فقالت لها آلي انا عارفة انك صرفت كتير عالبيت بس انا وسام لو لقينا شقة تانية زي دي هسيبك تعيش انتي هنا ورجع سامي ييجي تاني لآلي البيت وساعات كان بيبات معيها وهيدي كانت بتروح تتكلم وتضحك معاه والموضوع ده كان بيثير غيري تقالي ولما بتصحى تاني يوم بيبقى مودها وحش وخصوصا انها لقت برضو هيدي بتضحك وتهزر مع سام وبتتكلم آلي مع هيدي بطريقة جفة وبتخرج للشغل بدري علشان ما كانتش عايزة تتكلم مع هيدي بس لما بترجع بتلاقي الكلب واقع في الشارع وميت وبتطلع مخضوضة وبتلاقي ان هيدي ما خدتش بالها وسابت الشباك مفتوح فوقع الكلب منه فده دخل آلي في حالة نفسية وحشة ودت هيدي برشام منوم لسام يديه الآلي علشان تهدى وتنام واثناء نمها حاولت هيدي انها تقرب من سام لكن هو مش بيدديلها فرصة وبيمشي ولما بتصحى آلي عشان تروح الشغل بتدور على طاقم معين تخرج به بس مش بتلاقيه فبتروح تدور في دولاب هيدي يمكن تكون واخداء منها فبتلاقي اكتر من طاقم بتوعها فبتاخدهم وبترجع علشان تشيلهم في دولابها بس بتكتشف ان كل القطقم موجودة عندها اصلا وده معناه ان هيدي اشترت نفس لبسها بالزبط وبعدها بتنزل على طول عالشغل وميتشي اللي بيخليها توريله البرنامج اللي صممته للمصنع بتاعه رغم ان الوقت بيبقى متأخر بس هو كان عايز يقرب منها غصبا عنها وهي بتقدر تهرم منه وبتروح منهارة ومش مصدق انه عمل معاها كده وحكت لهيدي اللي حصل فقالت لها هيدي انت لازم تنتقمي منه فخدت رقم بيته منها وكلمته على انها قالي وحاولت تقالد صوتها وهددته انه لو قرب منها تاني هتعرف مراته هتفضحه فقالي ما توقعتش تصرفها وقالت لها ده انا كده ممكن اخاف منك هيدي لو فكرت ازع عليك المهم علشان تخرجها هيدي من الحالة دي وخصوصا ان سام كان مسافر فودتها الكوافير علشان تعمل شعرها وقالت لها انا لا حاسب بس بتتفاجئ قالي لما بتشوف هيدي نزلة وهي عاملة نفس تسريحة ولون شعرها فبتتخض قالي وبتبقى مش مبسوطة ومستغربة من تصرفها فلما بيروحوا بتستغل قالي فرصة وجود هيدي في الحمام او بتفتش في حاجتها وبتتفاجئ ان كان لها اخت توقم وغرقت وهم عندهم تسع سنين يعني مش زي ما قالت لها انها ماتت اول ما تولدت والجرايط كانت كاتبة عن الحادثة دي وبتعرف ان اسمها الحقيقي ايلن مش هيدي وكمان لقيت قالي جواب كان بعته سام ليها بس هيدي خبته عنها ولقيت جوابات مبعوتة ليها من باباها فيها مصارفها الشخصية فحست ان هيدي مش طبعية وطلعت لصديقها جرهام عشان تحكيله بس مش بتلاقيه وبتشوف هيدي خرجة فبتقرر تخرج وراها عشان تشوفها بتروح فين وبتلاقيها بتروح مكان مشبوه وقعدة جنب واحد بيتكلم معيها كمان منتح لشخصيتها وعلى طول بتمسي وبتروح لجرهام وبتحكيله كل اللي بيحصل من هيدي واثناء كده بترجع هيدي من برة وبتسمع الحوار اللي دار ما بين آلي وجرهام من خلال فتحة التهوية وسمعت ان جرهام قال لآلي انت لازم تتخلصي منها لانها مريضة لو حتى هتكلمي البوليس بس سألت له آلي انا مش عايزة تخلى عنها لان ملهاش حد غيري فقال لها خلاص انا هكلم دكتور نفسي صاحبي اتكلم معي عن حالتها يمكن يساعدها بس بتاخد هيدي القرار وبتتسحب وبتدخل بيت جرهام من غير ما ياخد باله وبتستخبأ لحد ما بتمشي آلي ولما بيخلص جرهام وكلمته مع الدكتور بتضربه هيدي على دماغه وبتهرب واثناء كده كانت آلي بتتكلم مع والد هيدي اللي عرفت اسمه من الجوابات اللي لقيتها عندها وبتعرفه ان بنته موجودة معها فلما بتيجي هيدي بيكلمها بابها وبيقول لها يا امه مش هبعتلك اي فلوس بعد كده بس بتتعصب وبتقفل في قشه السكة وبتقول لآلي ان الرقم غلط وبعدها بشوية بيتكلم سام في التليفون وبترد عليه هيدي وبتقوله ان آلي نايمة وبتعرف منه انه رجع من الصفر فبتروح له وبتهدده انه يبعد عن آلي يا امه هتقول لها انه في علاقة ما بينهم فلما بيرفض تهددها وبيقول لها انا اللي هكلمها واقول لها كل الكلام ده بتضربه بكعب الشوز الحاد وبتقتله وبتروح وبتصحى تاني يوم عادي وبتنظف الشقة وتلم حاجتها وبتوهم آلي انها خلاص هتسيب لها البيت هي وسام وبتنزل شوناتها تحت وبتفرح آلي بالخبر ده وقالت لها انا احضر في طار ونفطر سوا بس هيدي كانت بتنزل الشنطة عشان تحرق كل هدومها اللي جابتها شبه هدوم آلي واثناء كده بتسمع آلي خبر في التلفزيون عن الشاب اللي تقتل في القوتيل اللي نازل فيه سام ولما قاله رقم القوضة بتتخضه وبتصل بالفندق وفعلا بتتأكد ان اللي تقتل ده يبقى سام وبتدخل الحمام بتلاقي الشوز بتاعها اللي كانت لابسها هيدي وقتلت بيه سام عليه دم في الكعب فبتترعب وبتقرر تطلع للجرهام بس بتكون هيدي رجعت فلما سألتها انت رايحة فين بلبس البيت قالت لها انها رايحة للجرهام لانه لسه متصل بيها وعايزها تطلع وطبعا عرفت ان آلي بتجدب لانها قتلت جرهام اصلا فبتدت تلبس جوانتي عشان ما يبقى لهاش اي بصمة في الشقة وقالت لها آلي انا عرفة انك عرفت ان سام مات فقالت لها آلي بس اكيد مش انت اللي عملت كده صح فقالت لها هو اللي تخانق معايا وضربني لما قلت له اني هقولك على العلاقة اللي مابينة وانا ما كانش اصدقت له بس عمتا انت مش هتعرف تثبتي اني كان فيه واحد اسمها هيدي لانه مش اسمي اصلا وانا نظفت الشقة ومحيت كل بقصماتي فما عندكش حل غير ان انت تيجي معايا يا اما البوليس هيتهمك ان انت اللي قتلت سام وده لان هيدي رحت الفندق بلبسة آلي والناس افتقاروها آلي عادي يعني ده غير انها قتلت سام بالشوز بتاعها اصلا ومسكت هيدي المسدس وهددتها انها هتمشي معاها فبيطلعوا شقة جرهام ويستخبوا فيها وبتكتف هيدي وبترجع شعرها اللونه وبتشغلها التلفزيون وبتقول لها انا عارفة ان انت مش بتحبي الوحدة بس انا هخرج اصرف شيك وساعة وهاجي فلما بتخرج بتعلي آلي صوت التلفزيون على الاخر علشان الجران تتدايق ويبلغوا الامن وفعلا بيطلع الامن بس بتلحقوا هيدي قبل ما بيدخل بالمفاتيح اللي معاني وبتضرب آلي وبتقول لها انا عملت كل ده عشانك وانت عايزة تسجنيني فبتروح تجيب السكينة وكانت عايزة تقتلها بس آلي بتحاول تهديها عشان ما تعملش كده وخصوصا ان هيدي فعلا كانت مريضة بحب آلي وفعلا بتتطملها هيدي وبتفك ادها وبتروح الكمبيوتر عشان تحجز لهم تذكر سفر للوس انجلوس بس اثناء كده بتحاول آلي تبعد هيدي عن الكمبيوتر وبتمسح الداتة بيزة اللي كانت عاملها المصنع ميتشل علشان ياخد باله من الاميل اللي هتبعته له واللي هتطلب فيه المساعدة عشان هي مخطوفة ولسه بتكتب عنوان المكان اللي هي فيه فبتيجي هيدي وبتشوفها وبتقفل الكمبيوتر وترجع تكتفها تاني ولما بيتصل ميتشل بقالي مش بترد عليه ولكن بيبقى معاه كارت جرهام جرها اللي كان احيانا بيتواصل معاه على الرقم بتاعه فلما تليفونه برضو مش بيرد بيقرر يروح لها البيت ولما مش بيلاقيها بيطلع على شقة جرهام بيسمع صوت حد بيستغيث جوه فبيقلق وبيدخل الشقة بالعافية وبيلاقي آلي متكتفة فبيضرب هيدي وبيحاول يفك آلي بس بترجع تضربه هيدي على راسه وبتقتله بالمسدس وبعدها بتجبر آلي انها تنتحر وبتخليها تكتب جواب تعترف فيه بالانتحار وبتديها كمية برشام كبيرة علشان تاخدها غصبا عنها بس بتمسك آلي الكوباية وبتكسرها عليها وفي الوقت ده بنكتشف ان الجرهام ما متش وكان مغمى عليه فبيقوم علشان ينقذ آلي بس آلي بتخاف عليه من هيدي فبتسحبها على برة وبتبدأ المطاردة ما بينهم اللي بتبدأ لما بتخنق هيدي آلي في الأسانسير وبتظاهر آلي انها ماتت عشان تستغل فرصة انها تهرم منها وفعلا بعد ما بتسحبها هيدي البرة بتروح تولع النار عشان ترميها فيها بس لما بترجع بتلاقيها مش موجودة وبتفضل مستخبية منها وهيدي بتفضل تدور عليها زي المجنونة لحد ما بتفاجئها آلي هنا بتعنى وبتموتها وعلى الرغم من كل اللي عملته هيدي في آلي بس بتكون متأثرة بموتها وبتفضل بعدها حزينة على موت سام بس قررت تنسى لانها لما تكلمت مع بابا وماما هيدي قالولها ان هم حاولوا كتير يشرحوا لهدي ان موت أختها ما كانش زنبها او غلطة منها لكن هي ما قدرتش تسامح نفسها انها ما متتش معاها وده اللي وصلها لكده وفضلت هيدي تعمل كده مع كل بنت تشوفها وتتخيلها أختها وتحبها الحب المراضي ده وعلشان كده قررت آلي انها تسامح هيدي على قتلها لسام وانها تحاول تعمل اللي ما عرفتش هيدي تعمله انها تسامح نفسها وما تحسش ان موت سام كان بسببها وبسبب معرفتها بهدي لانها عرفت بعد اللي حصل معاها ده ايه اللي ممكن يحصل للإنسان اللي ما يقدرش يغفر لنفسه وبكده استفدنا ان الإنسان مش لازم يجلد ذاته دايما خصوصا لو حصل معايا حاجة هو ما نرزم بفيها لان الإنسان لو ما سامحش نفسه مش هيقدر يعيش وكمان أحيانا بتكون الوحدة أهون بكتير من إننا ندخل ناس حياتنا يخلونا نندب إننا دخلناهم أصلا فيها لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب